اعتراف سعودي جديد بإجراء مفاوضات مع ميليشيا الحوثي بعد أقل من 24 ساعة على إعلان التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات عن إطلاق عملية عسكرية واسعة تستهدف الحد من القدرات الصاروخية للحوثيين هذه المرة قال السفير السعودي محمد أل جابر إن بلاده تجري محادثات يومية مع ميليشيا الحوثي ودعتها لإرسال ممثلين عنها للرياض لإجراء مباحثات مع الحكومة الشرعية أيضا ميليشيا الحوثي من جهتها أكدت في تصريح للقياد ضيف الله الشامي وجود اتصالات ومفاوضات لكنه قال إنها تتم عبر وسطاء لاحتواء التصعيد السفير أل جابر أكد في حديثه لصحيفة وولستريت الأمريكية أن الحوثيين لم يردوا بعد على الدعوة السعودية لإرسال ممثليهم للرياض لافتا إلى أنهم على استعداد لوقف إطلاق النار في كل الأراضي اليمنية إذا قبل الحوثيون به تمضي المسرحية التي طرفها السعودية والحوثيين في عرض فصول هزلية لخصها السفير أل جابر بقوله إن المسؤولين السعوديين تحدثوا مع نضرائهم الحوثيين للتجديد على أن ضربات صنعاء كانت ردا على الهجوم الصاروخية السبت الماضي وليس المقصود منها تصعيد النزاع التقارب السعودي الحوثي بات واضحا في مسار العمليات العسكرية التي تقودها الميليشيا ضد محافظتي الجوف ومأرب حيث يمسك الجانب السعودي بزمام الأمور ويفرض المزيد من القيود على القوات الحكومية التي تلتزم بالتوجيهات السعودية العسكرية وبدلا من التقدم نحو صنعاء تمكنت الميليشيا من السيطرة على مناطقه كانت عصية عليها منذ بداية الإنقلاب وسط حديث عن توجهات للتحالف بتسليم تلك المناطق والإعاز للقوات الخاضعة لها والتي تتمتع بتسليح لا تمتلكه القوات التابعة لوزارة الدفاع بالانسحاب من المواقع التي تتمركز فيها الحديث عن التقارب السعودي الحوثي ليس وليد اللحظة فقد سبق الحديث عنه منذ العام 2016 في محادثات ظهران الجنوب ولم تتوقف منذ تلك الفترة وكان الإعلان السعودي عن فتح قناة مباشرة للحوار مع الحوثيين في سبتمبر الماضي والذي شمل الزيارة عدد من القيادات الحوثية للرياض برعاية أممية ولم يتم الإعلان عنها رسمية تسعى الرياض للسير حثيثا خلف خطى أبو ضبي لإيقاف الصراع مع الحوثي والبدء برسم خارطة جديدة لليمن تسمح ببقاء سيطرتهما على أجداء واسعة من البلاد والوصول لتسوية مع الميليشيا تحول الأخيرة لحارس بوابة للحدود السعودية الحكومة الشرعية المحتجزة في الرياض يبدو أنها خرجت تماما من حسابات المستقبل ومن قائمة الأثر والتأثير مقاربة التحالف بحسب مراقبين فيها الكثير من اللواقعية وتكشف عن التخبط السعودي والجهل بقواعد السياسة ومآلات الصراع الذي يتجاوز حدود اليمن والإقليم